مرحبا برز الدوزا اهلا فيك في قراءتك العام عنديك حذر ولكن حذر لداعي هذا الحذر ممدوح اشوفك هني قاعد تحسب حساب كل خطوة وكل وكل شي قبل ما تدخل في الموضوع اذا كنت مقبل على مشروع او في شي معلوم في بالك فانت قاعد تحسب حسابه من جميع الجوانب وهذه خطوة جدا ذكية منك هذه هي الطاقة اللي بعدها الطاقة اللي انت طالع منها طاقة برج القوس هي ايضا طاقة ان تشوف قاعدة هني اشوفك تعاين مشروع او وظيفة او حتى تحركات في الحياة العملية قاعدة تشوف شنو اللي راح يعطيك افضل مستقبل افضل مردود مادي قاعد تعاين خياراتك عندك خيارات قاعد تعاينها وتشوفها من كل زاوية طاقة المستقبل الاميرة العزباء يبدو ان قراراتك راح تكون في مكانها الصحيح لان الاميرة العزباء هي الاميرة اللي تملك كل شي المال الجمال الخيارات الطبيعة كل شي مادي ناقصها اخر خماسي لإكمال العشرة وهو يكون دائما خماسي الزواج او الارتباط ولكنها في وضعها الحالي تملك كل ما تحلم فيه معنات ان قراراتك ان شاء الله راح تكون جدا بوادرها او تثمر بشكل ايجابي ما هي الطاقة اللي راح تحتاجها ثلاثة السيوف اوكي عليك ان تكون شوية في طاقة السيوف طاقة السيوف هي طاقة العقل ما تكون عاطفي في الفترة القادمة ما تسمح لاي احد يحسسك بالذنب هذه هي الرسالة وما هي النتيجة ملكة النار ستحصل على الاستقلال او المكان اللي انت لطالة ما طاقت فيها ورح نبتدي نوضح الكرتات اول شي نوضح فارس الارض الفارس الحذر ست الخماسيات أيضا طاقة الخيارين أشوفي هنا مثل ما قلت لك يا جوزاء أن أنت قاعدة تعاين خيارين مشروع متى أبتدي المشروع متى أدخل في هذا التخصص وأي مشروع أدخل قاعد فعلا تقيمهم داخلي في طاقة التقييم سبعة السيوف خمسة السيوف خمسة السيوف هي أن نربح المعركة بغض النظر عن الثمن ممكن أوقات تكون طاقة سلبية ولكن مش شرط أبدا في قراءتك العملية أشوفها طاقة إيجابية أنت مصمم أنت مصمم أن تختار الأفضل لنفسك وهذه تقريبا مثل طاقة ثلاث السيوف طاقة اللي ما رح أسمح لمشاعر الآخرين أفكار الآخرين رأيي الآخرين يؤثر على صنع القرار في حياتي العملية وين أصرف فلوسي مثلا إذا أحد دائما يأتي لي ويتدين مني لازم أضع قدمي على الأرض وأقول لا لهني وكفاية لأن أنا محتاج أني أستثمر في حياتي المستقبلية ممكن قراراتك تسبب بعض الأذى بعض الألم الخذلان للأشخاص المحيطين حولك ولكن تأكد أنه القرار الصائب من أجل نفسك خلا نوضح الأميرة العزباء 9 الخماسيات أنت هنا قاعد تقول أنا تحملت نتائج أنا دفعت إذا كنت متدين من أحد أو في شخص هنا أشوف شخص معين يطالبك أن أنت دائما تمد بالأموال تمد بالدعم المادي أو حتى يتسلف منك كل فترة والثانية أنت هنا قاعد تقول أنا كل أموالي جمعتها و رح استثمرها في مكان معين عندي وجهة عندي وجهة أنت تشوفني كأنما هذا الشخص يشوفك أنه أنت لا أنت كأنما بخيل أنت تحاول أن تأذيه أنت ما تريد التعطيه ولكن الحقيقة لا أنت قاعدة هنا تقول له أنا ما أقدر أعطيك وإن كنت تشوف أن لدي الكثير لأن الكثير هذا بعد استثمره في مستقبل أفضل ولكن هنا أشوف عندك خطة على المدى الطويل خطة انتقال خطة حط عينك على مشروع على منصب معين تريد أن تصل في الوقت المناسب ستة هو الوقت المناسب لأنما أنت تراسم لنفسك خارطة عبارة ست شهور ست سنوات حط لك أهداف حط لك خطوات أمامك رح تمشي عليها مخطط لحد ما تصل للي في بالك ثلاثة السيوف نعم تحت هالبرج الأشخاص هذي لين لأنه قلت لك متعودين على أنك دائما تمدهم بالدعم رح يحسون بالصدمة بالصدمة أنه من وين برج الجوزاء اللطيف الطيب لديه هذا الوجه الوجه الآخر الوجه اللي مستعد أن يواجهني فيه ويقول لي لا بشكل واضح وصريح نوضح ملكة النار سبعة الخماسيات انت هنا دائما أو في هذه القراءة بالذات هي برج الجوزاء شوفك قاعد ترد تعمل بهدوء وترد على الأشخاص اللي حاولون يلومونك أو يحسسونك بالثم انت مخطط أن تصل إلى مكان معين نبتدي بالفارس وننتهي بالملكة هذا يعني مو انتقال فقط في وظيفتك احتمال انتقال حتى في الشركة اللي تعمل فيها المكان اللي تعمل فيه ترغب بتغيير المكان التغيير ما رح يكون بين يوم وليلة من أجل ذلك انت بالحاجة ان تكون جدا حذر حاليا الأموال وإن كانت مو كثيرة عندك حاليا وين تستثمرها لأن هذه الأموال ما رح تنمو من تلقاء نفسها انت هنا قاعد تقول أيضا ما في أحد يعطاني شي مجاني من الأيام نعم يا برج الجوزاء ما في أحد يعطي أحد في هذا الزمن شي مجاني دائما يكون لثمن أعطيك فتعطيني أعطيك فأنت مديون لي فلذلك انت حريص هذا الخماس اللي في يدك الأموال التعب الاستهاد حتى اللي حقيتها في شهادة معينة في دراسة تريد أن يثمر وقاعد تحمي هنا خمسة السيوف أشوف طاقة حماية سأحميك مهما كان الثمن سأحمي نفسي سأحمي حياتي العملية بعد ثلاث سنوات أربع ست سنوات أريد أن أكون في المكان الفلاني فلازم الحين محتاج أحمي نفسي أحمي قراراتي وأحمي حتى استثماراتي قاعد تعاين مشارط بس مشروع فكرة في بالك تريد أن تصل لها خلال وقت قياسي خلال وقت قياسي قاعد تب تحط لنفسك يعني خطة تمشي عليها ما تحبي هنا التأخير رح تمشي بحذر ولكن مب بتأخير كل مرحلة من عندك رح تأخذ الوقت المناسب اللي أنت وضعتها لها هنا الأميرة العزباء وتحتها المخاطر أنت عارف أن أنت وقف البداية بالضبط مثل ما قلت لك تقول لهم أنت تشوفوني أملك الكثير ولكن هذه فقط البداية أنا لحد الآن ما أملك الكثير هم يشوفون أنت عندك دسع الخماسيات الكثير من الأموال وصلت إلى مكان عالي من التفوق من المنصب ولكن مقارنة بطموحك أنت أنت توق في البداية توق ترسم خارطة الطريق لذلك أنت غير مستعد وغير قادر نعم والحق معاك أن تعطيهم أنت ما وصلت إلى مرحلة مضوج مقارنة وين أنت حاليا وين هدفك تريد أن تصل أوكي فنعم لذلك أنت شوي ممتنع عن العطاء في هاي الفترة ونعم بحاجة أن تحمي نفسك لأنه ما في أحد رح يعطيك وما في أحد رح يحميك غير نفسك قرارك وهو اللي راح يحدد هذا المصير أوكي هذي الأشخاص مثل ما قلت لك يتصرفون كأنما أنت غلط في حقهم أو قصرت معاهم أو حتى أوهمتهم بشي أنت تقول هنا أنا ما أوهمتكم أنا عندما كنت أستطيع العطاء عطيتكم ولكن حاليا هو وقت التغيير وقت أني أوفر أموال أو أتوجه للصنع مستقبلي الخاص لما كانت عندي فرصة ما كنت بخيل معاكم ولكن حاليا رح يرون منك أو النصيحة أنه فعلا تكون واضح من أجل أن يرون منك هذا الوجه الوجه الآخر لبرج الجوزاء دائما برج الجوزاء له وجهين شخصيتين خلي نقول شخصيتين الجانب الطيب والجانب الأصارم الواضح الصريح هذه هي الطاقة اللي أنت محتاج أن تنتقل لها طاقة ملكة النار أنا أعرف من أنا وأعرف ماذا أريد وأعرف ماذا يجب أن أفعل لكي أصل إلى ما أريد هني عندك طاقتين يمثلون لي خمس السيوف وسبعة الخماسيات أن أنت تعرف جدا حاسبها من قبل أن تدخل في المشروع اللي أنت مقبل عليه أنت حاسب وعارف إش كذر رح يأخذك وقت عارف إش كذر رح يأخذ جهد أنت عارف إش كذر رح يستنزف من طاقتك من أموالك من راحتك حتى أنت قاعد يهني تضحي براحتك حتى مستعد تضحي براحتك حاليا من أجل الراحة على المستقبل الطويلة فأنت هني تقول ما في أحد قاعد يعطيني شيء مجاني أنا مجرد إنسان للحق أن أستثمر في الأشخاص الصحيحين والموقف الصحيح اللي رح يعطيني أفضل مردود أنت عارفك أنا مهني أشوف أتعامل مع بورجوزا يعرف بالضبط متى رح ينتقل أو يقدم على الوظيفة الجديدة العمل الجديد الانتقال إلى بلد جديد عارف بالضبط متى وين وكل مرحلة تقريبا كم من الوقت رح تأخذ معه وكم حتى من الأموال مرتب أو وضاعك المالية عارف إن الموضوع نفسه رح يأخذ وقت وانتظار وضاع طويل منك نعم عفي عليك يا بورج الجوزاء هذه هي الطاقة المطلوبة منك لتصل إلى مرادك أن تضع قدمك على الأرض وتكون واضح وصريح اللي بعده رح ننظر إلى الجانب العاطفي بشكل عام يا بورج الجوزاء رح نلقي نظرة على وضعك العاطفي لشهر يونيو بورج الجوزاء الحياة العاطفية لشهر يونيو الكوبين طاقة السولميت طاقة اللقاء التفاهم أخيرا وصلت أو ستصل حتى خلا نقول إلى تفاهم مع الشريك وتتفقل على أمور كثيرة كنتوا في السابق مختلفين عليها كرت القوة برج الأسد هل ستكون برج الجوزاء شوية كنت تعاند أو مش مستعد للمساومة كرت القوة هني يقول لي أنك فعلا رح تكون شجاع تواجه الحبيب أو الشريك وتعترف إذا أنت قصرت في جانب أو أخطأت في جانب رح تكون مستعد أن تعترف أو حتى تقول أنك غلطة ستة الخماسيات التوازن الأخ والعطاب احتمال لأن الشريك في الفترة السابقة أعطاك الكثير أو حتى لم يطلب منك الكثير مثل ما جدت لك القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية فإعكسها دونه ويناسب مضعك السيف الأول السيف الوضوح السيف الحقيقة أوكي ممكن الشريك الشريك كان ما أخذ فكرة غلط عنك ومستعد أن يأتي في طريقك مرة ثانية يحقق التوازن اللي كان معدوم يحقق العدالة ستة الخماسيات دائما فيها كف ميزان في حقيق التوازن أيضا وأخر كد ستة سيوف مقابل ستة الخماسيات الستة رقم جيد ممتاز من أجل التوازن قلت لك في البداية التوازن في شخص مستعد أن يدوس على كبرياء اللي كان دائماً الكبرياء الغرور هو اللي يقف عائقاً بينك وبين الشريك ما أشوف هني كأنما طرف ثالث أو كل هذا ما كان الأساس الأساس هو كبرياء هذا الشخص هذا الشخص ما يحب يعترف أنه هو غلطان مقصر مهمل وما يحب المواجهة وعندما تواجهه ما تطلع معاه بنتيجة في الفترة القادمة هذا الشخص مستعد أن يتعقل في النهاية أو أخيراً أخيراً مستعد أن يتعقل ويواجه الحقيقة يواجه الحقيقة أن التقصير كان من جانبه أنه هو اللي كان مش مستعد للمساومة أشوفه هني في ستة الخماسيات يريد كل شيء ويريده حالاً بالاً ويريد أنه هو أيضاً يكون المتحكم فيه ولكن في الفترة القادمة ما رح أقولك أن الطباعة رح تتغير 100% ولكن على الأقل شريكك مستعد للمساومة خلنا نوضح الكرتات أول شيء الكوبين أوكي الخماسي الأول هذا الشخص خاف أن يخسرك الحافز له هو الخوف أن يخسرك ويخسرك إلى الأبد من أجل ذلك هو مستعد الآن أن يقدم لك عرض ولكن هذا العرض لا يأتي بدافع الحب نفسه يأتي بدافع التحفيز في شيء يحفز هذا الشخص هل فيه شخص ثاني تقدم لك؟ هل فيه شخص ثاني طرق على بابك؟ أو دخل حياتك؟ أو سمع أنك رح تدخل فيه علاقة مع شخص ثاني؟ من أجل ذلك هذا كبرياء كبير هذا الشخص لا يحب أن يخسر في مواجهة أحد يحب التملك بعد من أجل ذلك صار مستعد بين يوم وليلة أن يحقق التوازن اللي كان مفقود في العلاقة أن يكون يعطيك وقت واهتمام وأيضا أموال يمكن كان بخير مستعد أن يعطيك في الفترة القادمة ويصرف عليك أو على الأقل يكون عادل معك خلي نوضح كرت القسيات الإمبراطورة برض الزوزان أنت تعامل مع شخص هو وجود الفول الفول هو الأحمق ترجمته حرفياً أنت تعامل مع شخص نوعاً ما ليس ذكي اجتماعياً أو حياة يعني يمكن ذكي أكاديمياً ذكي مع الأرقام ولكن في التصرف في الحياة ليس ذكي وإن كان شخص ناضج ولكن مش ذكي دائماً يعطي الأشخاص الخطأ أو يبالغ في العطاء يسمح للأشخاص أن يدخلون حياته يدخلون يدخلون حياته يأخذون من أمواله يصرف على الناس يصرف كثيراً خارج العلاقة خارج المنزل بخيل داخل العلاقة داخل المنزل عندنا الإمبراطورة تحت ستة الخماسيات الاكثار من العطاء الاكثار من العطاء عندين؟ وجود الأحواق هنا يقول لي أن التصرفاتها كانت خاطئة وكانت احتمال سبب الانفصال بينكم سبب ابتعادك عننا أنت هنا أشوفك أنت مبتعد ولكن حتى لم ترغب في الابتعاد يعني أنت مو من نفسك قررت أنك رح تبتعد عننا ولكن ما لقيت أمامك خيار ثاني خلنا نوضح السيف الأول أوكي أربعة السيف أنت علمت أنت لأنك برج هوائي البرج الهوائي هو برج العقل والذكاء أنت علمت أن هذا الشخص مجرد فترة ورح يكتشف حقيقة الأشخاص اللي قاعد يعطيهم إذا كانت في علاقة ثانية مع الأصدقاء مع الأطراف الخارجية يعطيهم بكثرة وكريم بخيل معاك وكريم مع غيرك كنت تعرف بينك وبين نفسك أن كل ما يتطلب الموضوع أن يذهب ويجرب غيرك عشان يعرف قدرك وأن ترحل أيضا ترحل من أجل أن يكتشف حقيقة الأمر بنفسه هنا ما بين السبات وما بين السيف الأول أنت علمت أنه ما في طريقة ثانية ما تقدر تكون موجود في حياته أو ممكن حتى للمستقبل ما تقدر تكون موجود في حياته وأيضا في نفس الوقت هو يكتشف الوجوه الحقيقية للأشخاص المحيطين فيه أشوف هنا محاطب الكثير من الأشخاص الاستغلاليين الماديين نوضح ستة السيور التعادل برج الجوزاء أول شيء أهنأك على الطاقة اللي أنت على وشك أن تدخل فيها أنت على وشك أن تدخل في طاقة لأن الشريك هنا لم يستجيب إلى طاقة الحب ابتديت معاه في طاقة الحب في طاقة العزيمة في طاقة اللي أريد أن أريك حقيقة الأشخاص المحيطين فيك الأشخاص اللي يحاولون أن يفرقون بيننا الأشخاص اللي قاعدين يستغلونك ما نفع معه هذا الأسلوب فاضطريت أن تريه مثل ما قلت لك الشخصية الأخرى لك الشخصية الهوائية الذكية الواضحة اخترت الحل الصعب ولكن فعلا لم يكن أو لن يكن أمامك في الفترة القادمة إلا هذا الحل أن تدع هذا الشخص يستيقظ من ثباته بنفسه ما تقدر أنت توقظه غصباً عنه ما تستطيع تقول له انظر انظر بيدي أملك الحقيقة ما يصير لازم هو هنا يقرر منه ومن نفسه أن فعلاً يواجه الواقع يواجه الحقيقة هذا الشخص متعود على نوع من الأدمان متعود أن دائماً يكون موضع ترحيب أو يحسبون لحساب ولكن مش السبب هو الاحترام والحب السبب هو الأموال الأموال اللي يدفعها المسؤولية اللي يحملها من أجل ذلك يعشمونه كثيراً أنت هنا في الطاقة التمرز التعادل قاعد تحسب نتيجة أو ما هي الطريقة الأفضل اللي تتعامل فيها مع هذا الشخص حتى تقريباً مثل الطاقة الحياة العملية عندك دائماً برج الجوزاء أنت تحسب قبل أن تدخل في أي موضوع تحسب وتقيم وتحلل قبل أن تقدم على أي خطوة وهذه الطاقة ذكية هذه الطاقة محببة هذه الطاقة من مصادر قوتك أنت ابقى عليها لا تفعل أنت مو من نوع اللي تفعل الأمور بسبب حافظ أو بسبب انفعال أنت لست من هذه الأبراج احتمال أنك تتعامل مع برج الأسد أو هني عندنا برج الميزان عندنا الأبراج الترابية الثور العذراء الجديد كل طاقتهم هذه حاضرة أنزين؟ ولكن إن كان هذا الشخص أشوفه هني انتهت علاقتك معه بشكل مفاجئ بشكل بسبب تافع بشكل أنت لم تتوقعه توقعت منه أنه راح يحارب من أجلك ولكن اكتشفت العكس وإن كان ليس خيارك الأول ولكن ما عندنا حل لما في شخص ما يريد أن يحارب من أجلنا ما عندنا حل إلا أن نسحب نشوفه هو شون يحارب من أجل نفسه لوحده صح؟ وفيه هني شيء أنت كنت على وشك الإقدام في عمل جديد علاقة جديدة زواج جديد أو حتى مجرد الإبتعاد أن تجد لنفسك أنت بوجه الجوزاء هنا البداية الجديدة ليست مثل أيضا القراءة العملية اللي مرينا فيها البداية الجديدة أنت ما راح تحصل عليها عن طريق الانتظار أنت توجدها لنفسك عندك هاي النوع من الطاقة ساعات بعض الأمور تكون توجد من أجلنا نتفاجئ أن هذا الشيء موجود ولفرصة نفسها انفتحت ولكن أنت لا الفرص الجديدة في هذا الشهر راح أنت تفتحها من أجل نفسك وأنت لديك القوة لديك السيف لديك السيف لديك طاقة العقل الذكاء التحليل تقدر تحدد أي مسار أخذ هذا المركب راح يكون في سلام راح أختار الأفضل من أجل نفسي عندك أيضا هذه الطاقة في خلال شهر يونيو أن نختار الأفضل من أجل أنفسنا وما هي أفضل الخيارات هل أن أظل أصبر على شخص مش مستعد أن يحارب أو يفهم حتى أو يستوعب حاليا يتصرف كالأحمق يأخذ العلاقة يمينا ويسارا حال الوقت أن أنت تأخذ الكنترول يمين ويسارا لأنه عندك كرت الأحمق أنت هنا اللي عندك كرتين فيهم تحكم ستة سيوف والسيف الأول أن تأخذ الكنترول تأخذ هذه العلاقة إلى المكان الصحيح ولكن مش عن طريق سكوتك عن هذا الوضع عن طريق أن تضع أيضا مرة ثانية تضع قدمك على الأرض وتقول هذا الموضوع هذا الأسلوب ما عاد ينفع ما راح يكون مسموح مرة أخرى مش مسموح أن أنت تسمح له هاي الأشخاص يستغلونك إذا استغلوك يعني يستغلوني ولكن أشوف أن الشريك في هذا الشهر أيضا راح يمر بفترة اكتشاف من السبات إلى السيف الأول راح يمر بفترة اكتشاف الحقائق راح تسمح له عن طريق شوي ابتعادك راح تسمح له أن فعلا يرى الأشخاص على حقيقتهم أفضل من أن أنت تراوي بنفسك هذه هي الطاقة في حياتك العظفية خلنا نشوف الأخبار القادمة في طريقك خلال شهر يونيو إذا أنت بنتظر أي أخبار متعلقة بالهجرة بفحوصات بموافقة معينة خلنا نشوف اللي بطريقك ملكة الأكوان برج الجوزاء الأشخاص اللي راح تتعامل معاهم في الفترة القادمة راح يكونون جدا معجبين بأدائك معجبين بشخصيتك معجبين حتى بأسلوبك لديهم الكثير من الإعجاب ثمانية الخماسيات معجبين بتفانيك في العمل أو بتجهادك مشرط في العمل ممكن حتى الشريك إذا أنت جانب الإجتهاد جانب الإجتهاد جانب العمل والجدية في العمل لأن هذه الأشخاص راح يقدرون فيك هذا الجانب أوكي فارس النار مثل ما قلت لك برج الجوزاء دائما عند الشخصياتين الجانب المختلف جانب المتعة عندك جانب جاد وعندك أيضا جانب ممتع يحب المغامرات يقوم بأشياء عفوية أربعة الأكواب هنا يقول لك أربعة الأكواب أعلم يا برج الجوزاء أن هذه ليست محاولتك الأولى سواء كانت الاجتياز امتحان للحصول على هجرة مهما كان الموضوع ليست محاولتك الأولى ولكن هذه المحاولة ستصنع لك مثل السمعة اللي جدا محترمة مع هذلين الأشخاص بسببهم راح إن شاء الله تحصل على مرادك أو ممكن أشخاص محيطين فيك يرون اجتهادك في العمل أشخاص أنت تعامل معهم عن طريق العمل يرون اجتهادك فرح يحاولون أن يقدموا لك عرض ووظيفة أفضل من الوظيفة الموجودة أمامك إذا كنت مثلاً عندك عائق حتى عائق وأنت قاعد تحاول تقدم إلى طلب هجرة أو طلب انتقال ها في أشخاص راح يمدوا لك يد العون يرونك طريقة أفضل من الطرق اللي قاعد تتبعها بشارة جداً جميلة يا برج الجزاء بشارة خير أنت راح يأتيك شخص متعاطف في الطريق يساعدك ويمدلك يد العون يريك طريقة هني طريقة أنت أشوفك قاعد تتبع كذا طريقة تحاول توجد لنفسك حل راح يريك طريقة مبتكرة أنت كنت غافل عنها ثمانية الأكواب راح تودع إن شاء الله الأسى مرة واحدة أخيرة خلاص مرحلة الأسى أشوفه هني عندك دائماً تكرار تكرر محاولات الحمل تكرر محاولات الدخول إلى بلد معين محاولات الحصول على وظيفة معينة دائماً تقابل بالراف انتهت هاي المرحلة فتقبل الطاقة الجديدة تقبل الطاقة أن أنا عندما أقبل على هاي الموضوع مرة ثانية راح ألاقي صدى إعجاب راح ألاقي توفيق أيضاً لكن لازم أبهر جانب الاجتهاد الاحترافية انظروا لي كيف أعمل وأعمل باجتهاد وبثقة وأعرف شلون أسوي الموضوع أعرف عن ماذا أتكلم أعرف شلون إذا دخلت مثلاً إلى هاي الوظيفة إلى هاي الدولة راح أبدأ راح أكون لكم أم أم أكون لكم يعني مثل الشخص اللي يؤثر على هذا المحيط كله بشكل إيجابي أكون لكم عون أوكي اللي بعدها راح ننظر ما هي الرسالة التحذيرية لك خلال شهر يونيو ممكن تحذير من شخص معين أو حتى من تصرف بطريقة معينة راح ناخذها The Camel Boy فتى الجمل يتكلم دائماً الجمل أو الناقة ترمز إلى الارتحال الذهاب في رحلة جديدة رحلة لم يسبق لنا أن نأخذ إليها مثل ما قلت لك طريق جديد يفتح أمامك بشكل مبتكى رحلة ارتحال تونى في بدايات خطواتنا Small steps الخطوات الصغيرة Asking for help نسأل من أجل المساعدة نطلب الحصول على المساعدة مش عيب مش عيب هذا يتعلق بهذا الجزء الجزء اللي راح يأتون أشخاص فيه طريقك يساعدونك ينبهونك أن مثلاً في زواجك لا تسوي الأمور بهذه الطريقة في العمل لازم تسوي هذه الطريقة من أجل الحصول على التأشيرة يجب أن تسوي الأمور بهذه الطريقة في طريقة جديدة وأيضاً تكرر عندنا لا تنسى ثلاثة زائد ثلاثة ستة تكرر عندك رقم ستة في القراءة رقم ستة هو تحقيق توازن جميل في مرحلة حالية عندنا توازن جميل اللي زرعناه راح نحصده واللحين نحصده راح أيضاً مثل ما ذكرتك في الجانب العملي تعيد استثماره من أجل المستقبل جهودك قاعدة تضاعف الستة هو رقم تضاعف لأنه يضاعف فيه رقمين الاثنين رقم اثنين يضاعف في الستة وأيضاً رقم ثلاثة يضاعف في الستة فله تأثير عجيب على جهودك كل جهودك ستتضاعف في الفترة القادمة أو سوري النتائج مش الجهود النتائج النتائج راح يكون تأثيرها مضاعف في الفترة القادمة فلا تخجل ان انت تطلب المساعدة لا تخجل ان حتى ان انت متبع اسلوب معين وتضطر انك تغيرها في اخر لحظة تغير تفكيرك تغير توجهك الوجهة تغيرها ابداً مش عب العب ان نضل على طريق ما عاد يعطينا او ما رح يوصلنا الى مبتغالنا خلا نشوف ما هي الطاقة الحيوانية اللي رح تحتاجها خلال شهر يونيو هذا الكرت سقط ستارفش النجمة عنصرها مائي ستارفش تعني لك اظهار النفس دائما ستارفش او نجمة البحر ترمز الى الجمال السطحي الطبقة الخارجية برج الجوزة انت مضمونك جدا غني مضمونك طيب لديك القدرة داخليا لديك القدرة ولكن احرص ان خلال شهر يونيو ما تخجل ما تكون في طاقة الانسحاب او طاقة الاختفاع عن الابواء لا لازم تكون في طاقة لازم يشوفوني لازم يشوفون قدراتي انظروا الي ايشلون قاعد ابدع انظروا الي ايشلون قاعد اجتهد انظروا الي قدراتي لازم تظهر قدراتك الى السطح اذا ما ظهرت الى السطح ما راح الاخرين يستطيعون ان يشوفونها اشتركوا في القناة راكض yr loose ، مدت ش India